هنا المحقق اللي هو بشار عواد معروف واللي هو من اهم محققي ويعد من كبار محققي السنة المعاصرين والاحياء اعزائي الكتب اللي يحقق اعرف بانه هذي من المحققين المعتبرين عندهم تاريخ الاسلام للذهبي اللي هو حدود في خمسين ستين مجلد ايضا هو من محقق محقق بشار عواد معروف عراقي هناك في الحاشية يقول هذه الرواية التفت جيدا هذه الرواية وردت بطرق ثلاثة الطريق الاول فحديث ابي هريرة ضعيف جدا الطريق الثاني فاسناده ضعيف جدا الطريق الثالث فاسناده ضعيف جدا يذكر ثلاث طرق هو هم يضحف ماذا الطرق الثلاثة اشتركوا في القناة